فهذا الحديث يدل على عظيم حرمة الأموال ولا فرق في ذلك بين المال العام والمال الخاص كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فيجب على المؤمن أن يتوقع أن يصل إليه دقيق أو جليل كثير أو قليل من أموال الناس أو من الأموال على وجه العموم إلا بحق فإن كان من الأموال الخاصة فلابد من الحق الذي يبيح وصولها إليك وإن كان مالا عاما فكذلك لا بد أن يكون أخذك له بحق فإنك ستسأل يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقته